حماتي بتسرق دهبي عيني عينك وغصب عني وغصب عن جوزي كمان ودي مشكلتنا النهاردة بتقول انا لسه متجوزة بقالي شهر يعني لسه عروسة جديدة وكنت بعمل الاكل وقفة كده في المطبخ وكنت فرحانة ان حماتي اتصلت علي وقالتلي انا جايلكو في السك وبدلت الاكل تماما يعني كنت نوية كده ان انا بصراحة نعمل النهاردة كشري وبيض بما ان طول الشهر بناكل في لحمة وفراخ وبط وحمام والكلام ده كله فبصراحة كنا زهقانين بقى ومليت انا وجوزي وقلت لا هنقضيها بقى ايه كشري وبيض ايه حاجات بقى خفيفة كده لان انتو طبعا عارفين ان الشهر اول شهر كده بتاع العرسان بيوم قضيينه كله اكل من كده وخاصة بقى ام العروسة لما بتجيب لها كل يوم وقم بصراحة ما اثرتش معايا في اي حاجة خالص ربنا يخليها ليه المهم مشكلتي بقى في ايه ان حماتي اتصعت علي وقيتلي انا جايلك في السكة المشكلة يعني اكبر مما تتخيلوا طبعا انا قلت بما اني ان هي جاية لأ خشي طلعي بسرعة بقى لحمة مفرومة وايه قلت بقى اعمل اكل مختلف خالص وقلت هعمل كفتة وقلت جوزي يروح يجيب لنا بقى من برا ايش بلدي وكمان بقى يجيب خضرة وهعمل بقى سندوتيات كفتة وكمان طحينا وايه ونقضع بقى ايه سندوتيات كفتة ماشوية كده وقلت ان انا اراحب بها وتبقى اكلة سريعة كمان وفي نفس الوقت كلنا بنحب استندوتيات يعني اعمل لهم مطعم كده في البيت زي ما بيقول هي حماتي راح جاي علينا على طول بس لأول مرة بصراحة تتصل وتقول لي انا جاي لكم فقلت بقى ايه مدام اتصلت وقلت لا اخش يا بيت بقى حطي يعني اعملي طلع من الفريزر و اعملي بقى وزبط الدنيا كده المهم لقيتها بتخبط الباب دخلتها وقلت بقى تقعد مع ابنها على بالمخلص وكده سمعتهم بيتخنقوا مع بعض فسبت لي في ايدي وقلت روح اهدما بينهم قلت لي اخير يا ماما في ايه قالت لي فين الدهب بتاعك خش يا تي وتعالي قلت لي يا ماما ايه يعني في ايه بس قوليه لقيت لي زي ما بقولك كده المهم دخلت جبت الدهب لقيت جوزي جاي ورايا في القوضة بيقول لي ما تدلهاش الدهب انا الدهب بتاعي اغلبيته بفسوس وكده فما بلبسوش في البيت بخليونا خارجة يعني على قد اللي انا لابسا في البيت اذا كانت الدبلة فقط لكن اغلبية الدهبي في فصوص كتير فبصراحة بقولها خليه وانا خارجة بيبقى شكله اشيك او اي حد جايلي مش مشكلتي بقى في كده انا كل مشكلتي ان هي هتاخد الدهب غصبة عني وغصبة عن جوزي جوزي قلمت الدلاش الدهب قلت له ازاي يعني ولما غبنا في قلب القوضة وما كانت له مزاج لقيتها جات خبطت علينا ودخلت فقالت لي فين الدهب اللي انا قلتلك عليه قلت له يا ماما طب بس قوليه قالتلي لان اخول اصغر منه انا عايزة اجوزه فهبيع الدهب علشان اوضب له الشقة ويتجوز فقلت له طيب هو الدهب يسوى حوالي عشرين الف جنيه انا هحاول ان انا يعني اعمل كارد انا من رأيي كده اعمل كارد وهجيبلك الفلوس ويسي بيه الدهب لان بصراحة يعني انا كمني لسه عروسة جديدة هروح ابيع الدهب وانا لسه ما بقليش غير شهر رد جوزي بصراحة وقال لي اه فكرة حلوة جدا وانا اللي هعمل الكارد وانا المطلوب بسداد ديونه فلاقيت حاماتي تنرفزلت وقالت له ايوا خليك ماشي وراها واسمع كلامها مين الابقالك اخوك ولا مراتك ودخلتني في دوامة تانية خالص انا كل اللي بقوله بقول هم محتاجين الفلوس مش محتاجين الدهب وهيبعوها فطبعا هيبقى فيها خسارة جبيرة طب لي احنا كنا شاريين بـ 20 ألف طبعا ما تيجي تباية هتباية في حدود 17 هتخسر المصنعية والكلام دي قلت له انا صرفلك في الـ 20 حتى لو هاجبهم من اخوي لو هعمل كارد وهنعمل اي حاجة فرد جوزي سعيدني على كده وقال لي فعلا انا عامل كارد واسدت له الفلوس قالت له انا بقول عايزة الدهب ويا ست سيبي الدبلة زمينت لابسان بوليكيشي هات الدبلة بس هات الشابكة دي وخدت غصب عني ومشت لما اتصلت وانا مأهورة لابويا بصراحة قال لي لا هاتي بعضك وتعالي ما انتش هترجع هناك قال له لما يجيبه لك الدهب تاني جوزي شجعان على كده وقال لي هنمثل قدام برضو امي ان انا وانت يعني متخصمين بسبب الشابكة وسبتلي البيت والكلام ده وهي مش هيردها وتبعتلي الدهب دلوقتي حماتي كمان جات لعندي ابويا في بيت ابويا وتقول يعني انت اللي معادك مستنية الدهب احنا بعنا الدهب وخلاص وبدأنا ان احنا نتصرف في الحاجة فبراحتك بعض تفضلي قعدة براحتك هتفضلي مستنية لغت ما بقى ربنا يفرج علينا ونبقى نجيبلك الدهب يعني براحتك بقى اعملي اللي انت عايزاه وبصراحة سابتني ومشت وانا دلوقتي ولي ولي هفضل قعدة فعلا في بيت ابويا سنة واتنين وانا لسه عروسة والناس هتحكي وتتكلم علي ولا اعمل ايه مش عارفة فيدوني بالله عليكم دي ومشكلتنا النهاردة وانا ما رأيي ان هي ترجع ترجع بتهونتو كمان قلورة